صرحت مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية الشيخة عيشة بنت علي الخليفة أن 12929 أسرة من مستحقي الغلاء تم صرف المبالغ المستحقة لهم يوم أمس الخميس بالتحويل على حساباتهم البنكية. وهم يمثلون المستلمين بأثر رجعي ممن لم تكن حساباتهم البنكية متوفرة سابقا أو قدموا تظلمات في المراكز الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية. المستحقون تم يبلغهم بإرسال رسائل نصية لهم منذ العاشر من يوليو 2013 تدعوهم لإدخال حساباتهم البنكية على الموقع الإلكتروني. وأكدت الشيخة عيشة أن هذا العدد يمثل من تجاوب مع الرسائل النصية التي أرسلتها الوزارة. وأكدت في الوقت ذاته أن من لم يدخل رقمه حتى اللحظة فسيبقى حقه محفوظا للدفع بالأثر الرجعي متى ما أدخل رقم الحساب البنكي في الموقع الإلكتروني. حيث سيتم الدفع لهم في الدفعة القادمة خلال شهر سبتمبر 2013 بعد دفع الدفعة الاعتيادية بتاريخ 28 من أغسطس للمستحقيين المسجلين حاليا على النظام.